يالله بينا يالله بينا نقف على السكرين وعبال ما قف على السكرين يجيبوننا السور اللي احنا جايبنا عشان نكسب وقت اه السور احنا في كل مرة يا كريم بنختار حاجة الرجل ده بيقدمها جديدة لكن بيرنتظر شوية ليه هو بيقدم أكتر من حاجة مش حد بيعمل نمط واحد لكن كلمة نمط معناها هو فعل بيتكرر وكل مرة بنشرح كلمة نمط أو باترن بنشرحها عشان الناس تبقى فهم ما حدريب نختار دي وما نختارش دي ففي بعض الحاجات اتعاملت من اول مباراة تخلينا اقول لك الاول بس يا الصور دي عبارة عن ايه؟ وبعدين نجري في الصور براحبنا مارس الكولر سوان يا جبعة ما نجريش واحدة واحدة ارجع اللي قبلها مارس الكولر بيعمل حاجات كتير منها الضغط العكسي النهاردة احنا مختارين درس جديد مارس الكولر بيعمله من اول مباراة لكن لما لقناك تكرر مرة وثلين وثلاثة امسك ده نمط يعني ده بيتكرر بتغيير اللعيبة وخلينا قولك قبل ما نخش بقى على دي النهاردة مارس الكولر بيكسب اربعة زي ما انت بدأت في الانترو كان ممكن يقوم تمانية وتسعة وعجبني تصريح عظيم ليه قوي قالك لما تسأل انت مبسوط اكيد بالنتيجة قالك كان هناك استهطار كسبان اربعة وكان شايف ان النطش خلال سبعة وتمانية وده اللي كلمتك علي مباراة كريم لما قلتلك لحالة النشوة قلتلك لقى الراجل ده عارف بيعمل ايه وعمل واحد اتنين ثلاثة عشان يخرجهم من حالة النشوة الدرس النقاردة بتاع ايه؟ بتاع حاجة اسمها الكات باس او الباك باس دي حاجة في الكورة في العلم انك بتعمل ايه؟ نشرح الناس بمنتهى البساطة الشكل اللي بيلعب بين نادي الاهلي المعتاد ما بيغيروش اربعة اتنين ثلاثة واحد دايما هنا في فروض اتفقنا من اول شغل لمارس الكولر ان الاجنحة دايما بتقيهم هنا لو الكورة من الناحية دي والجناح موجود او الظاهير هنا موجود دايما الجناح بيخش هنا وبيخش معي الفروض انسايد وبيخش معهم سافيو اللي بيبقى في الغالب جاي من هنا او النهاردة محمد مجدي افشا بخشوا دايما انسايد وغالبا حمدي فتحي كمان بيعمل وحمدي كمان بيعمل الزيادة لكن دول اللي موجودين في كل الهجمات ايه بقى كل ده اي حد بلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد ممكن اشتغل بانسايد وينجريز ايه الجديد بقى اللي راجد بيعمله المهاجم يروح داخل هو واخد خطوتين ثلاثة لقدام وبعد ما الكورة توصل للاندلاين وعارف ان الجناح العكسي او الظاهير هيرجع الكورة الورى بيروح يراجع واخد ثلاثة اربعة خطوات الورى هل دي تعملت بالصدفة؟ لا تعال بقى نفرج على الحالات هاتل مباراة لإسماعيلي وتمريرة كريم فؤاد لشادي اول صورة انت عرضتها تمرير الكريم فؤاد في لقطة لدي لكن الصورة مش معانا شادي دخل ارجع وتاني معلش معلش هنشرحه في اول حالة وبعدين يمشي في اللي بعدين شادي بيعمل ايه؟ المهاجم بياخد ثلاثة اربعة خطوات لقدام يروح مع المدافع عشان المدافع يروح معاه بعدين اول ما خلاص البصل هتعمل رواجع الخطوتين ثلاثة الورى الصورة اللي بعدين على طول الصورة اللي بعدين على طول ادي واحدة اللي بعدين يلا ادي ادي هنا بص اصبر 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 كمان واحدة اهو الراجل داخل مكمل كامل اللي بعدينها الحالة اللي بعدينها او كامل الفريم اللي بعده الراجل فين دخل بس وقف هنا عمل ايه كليم دخل مع المدافعين لحد مع المدافعين كلهم داخلين خلاص كلهم على اساس انها هتتحط كروس بالعرض جوه الستة روح راجع واخد الخطوتين ده مين؟ ده محمد شريف اللي فاتكت مين؟ كان شادي حسين اللي بعده مباراة السوبر ده مين؟ محمد شريف الكرة بتتعامل باص دي اللي شاطها محمد شريف بشماله وشالها محمد عواد كمل اللي بعدينها اللي بعدينها كمل كمان واحدة كمل هنا كمل ده هنا برضو باك باص باصة خلفية اللعيب الباكين والجناحين واخدين تعليمات اللي الكرة ناحيته يرفع عينيه ما يحطش الكروس وخلاص يرفع عينيه ويعمل الباك باص لتحت كده كده في واحد يبقى مستنين لانه واخد تعليماته انه يفضل مرحل لو هو جناح او البلاي ميكر افشا او سافيو ده الزون اللي هو متواجد فيها لو هو الفرود عارف انه بيسحب الاثنين مدافعين يا اما يفضل اللي وراه ولو مفيش حد وراه بيرجع ياخد الخطوتين عشان يبقى هو مرحل ووقف لوحده اللي بعدين نفس اللعبة كريم فؤاد بس وقف هنا ده جون النهاردة في مبارات الدخلية دخل كريم اتعماله اللونج بول دخل للاندلاين وراح راجع حاطيتها لمحمد شريف بنفس الباص كربون من بتاعة الاسماعيلي الهدف بتاع شادي حسين بنفس الطريقة من نفس الزوم من نفس المكان كريم فؤاد للفرود اللي موجود ايا كان اسمه لما تلاقي نفس الشغل بتعمل بتغيير الاسماء اللي النهاردة من المناسبة الاهلي كان بغيب عنه ست لعبة اساسية بتتحطي الورا لمحمد شريف وطبعا كرة سهلة جدا في المتناول اللي بعده نفس الكريم بص دي برضو محطوطها فين محطوطها فين باردو الورا بيوصل للاندلاين وحطها الورا ما بيعلقش بلونة ما بيحطش كروس وده كانت مشكلة عند الاهلي السيزين اللي فائد الكروس بيتحطوا خلاص من غير ما بص الراجل بيشتغل معهم على كل الكلام ده من اول مباراة وظن احنا جايبين من اول مباراة في الموسم لحد مباراة النهاردة سيستم وباترن بيعملوا مارسي الكولر ودرس جديد بيقديه مارسي الكولر المنوس مرح نفاق مرح شكرا